بسم الله الرحمن الرحيم اخوان ان شاء الله رح نبدأ الموضوع الريسبراتوري في السولوجي انا بصراحة انت اتمنى ان يكون محابرات الفيسولوجي وصارت ايش اذا سألت اي واحد بيكم وقيت له can you define الريسبراتوريشن بشي يقول لي exchange of gases exchange of the gases بس exchange of the gases take auto and spelling co2 بعد شوف اخواني الريسبراتوريشن it is a complex process مو بهاي البساطة اللي احنا نتخيلها انه اكسجين يدخل تاني اكسيد الكربون يطلع لا مو هي شي الريسبراتوريشن هي فانكسي وحدة من عدها واللي هي اهم وحدة هي الريسبراتورو يسبب إلى تسمم الجسم؟ لأن إذا أبقى CO2 في داخل نفسنا سيؤدينا للأسيدوس والأسيدوس هو يعني إنكمبتابل إنتوا أخذتوا الأسيد بيس بلانس؟ يعني ميال تحديث في الحياة ميال تحديث في الحياة إنه ميال تحديث مع الحياة وأننا لدينا الكثير من المحاولات يعني ميال تحديث من المحاولات وأنهم لا مرؤلات بس عايشين ميال تحديث مع المشكلة صار عيدهم وعايشين يسموها الاقلمة بس إنه وحدي يصير عنده مغلق في الحياة ويبقى عايش إنه يعتبر المترجم للقناة 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 يعني من فراغ زين لازم أكو في السيستم يسوي لريقوليشن الهاي الأوپراشن اللي تلافق اللي احنا راح نجي عليها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة من قلت آني التهوية التهوية والإكسchange of the gases هايه نسميها الإكسternal respiration while the gas exchange between the blood and other tissue and oxygen utilization between the tissue are collectively called internal respiration إذن الرفيشن يمقسم قسمين mainly external اللي هو ventilation and exchange of the gas والإنترنال رسبريشين اللي هو الإكسشينج of the gases between the blood and tissue and vice versa وصلت الفكرة طبعا حتى تم هذه العملية عملية الرسبريشين نحتاج أنتو أخذتوا الأناتومي نعم دكتور نعم دكتور مرحلة الأولى كل الزائم يعتمد على نمبر أولا the air passage of the respiratory system are divided into two functional zones يعني تخيلوا أنه إحنا يعني الهومان هم لا نوز ولا لا موث من الair passages يتوصل للair الair from atmosphere المن للإلوفيولاي هذا الair passages يقسموها قسميا passage يتوصل للair للإلوفيولاي والإلوفيولاي وجوه هذا يسموها الResperatory Zone الـ Conducting Zone هي الموصلات أخواني اللي شغلها مو إكسجنج ما إلها علاقة هي مجرد أن نتوصل الair from the atmosphere المن للإلوفيولاي للإلوفيولاي and the terminal eleveolar sac إذن إذا تذكرون الـ Anatomy of the lung أحنا نبدأ بالتراكيا بعدين بايفوركيشن بعدين تبدأ وراح البرونكيولز البرونكيولز تصغر تصغر إلى أن توصل لي الـ Terminal برونكيولز والـ Terminal برونكيولز يتشلب بيها respiratory برونكيولز اللي منعدها طالعة عندي الاليفيولاي إشجاد تتقسم التراكيا حتى توصل للـ Terminal برونكيولز والـ Aliveylai أحد يقدر يقول لي 60 60 لا لا 23 23 مرة 23 و20 مرة تنقسم حتى توصل للـ Aliveylai الـ Conducting Zone include all of the anatomical structures through which the air pass before reaching the respiratory zone يعني كل هذه الدفجينز اللي هي موجودة قبل أن توصل للـ Aliveylai هي هاي عبارة عن Conducting Zone الـ Conducting Zone خلي نتفق إنه هي ما إلها علاقة بالـ Exchange of the O2 and CO2 هي شغلها إنه توصل لي هذا الـ Air من الأتموسفير المن؟ للـ Aliveylai اللي بالـ Aliveylai هناك يصير عندي هذا الـ Exchange The Conducting Zone of the Respiratory System in summary consists of نعم السلايد ثابت ما إذا غير يا سلايد ما شعر الـ Powerpoint هو ثابت أنا ما غير طبعا عندي طبعا يعني هذا السلايد الأول هسا قدامكم ولا الثاني 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 داعتشي Respiratory Zone و Conducting Zone ما هي هاي لا دكتور بعد على أول ليش لا عرف الله دكتور باندي هسا تغير دكتور هسا صار الثاني الثاني هاي جكتور تغير هسا واضح قدامكم هسا يا الله الـ Conducting Zone of the respiratory system in summary consists of mouth nose pharynx larynx trachea a primary bronchi and all successive branching of the bronchioles up to and including the terminal bronchioles كل هذاني عبارة عن Conducting Zone من يقدر يقول لي شينو Upper respiratory tract ولو respiratory tract آلو بكتور عبر الناس والماؤ بكتور 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 نعم أخواني 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 يعني larynx pharynx و أنت صاعد هذا يسموها Upper respiratory tract واللوو respiratory tract from the trachea and lower هذا التوزيع يختلف عن شيء اسمه respiratory zone و Conducting zone حتميزو لي بيناتهم مالع الصورة قدامكم نعم دكتور هذا هذا الـ Conducting Zone اللي هو trachea bifurcation ونبدعات على اللي تتوزع لللوبز of the of the lung زين والright main pulmonary bronchus واللي ينطيني secondary bronchus وبعدين segmental bronchus إلى أن يوصل لي إلى terminal bronchial ماشي أخواني وهذا الـ Respiratory Zone اللي دا تشوفوا أنتو هو عبارة عن هذي اللي 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 تشكل لي الـ Respiratory Zone اللي بيها رح يصير عندي l-exchange of the O2 and CO2 لو أنه أحنا أخواني يعني أنتم متخيلين الـ LVL شلون قائلا الـ LVL مثل بالضبط أشبه عنقود العنب زين متخيلين نعم دكتور الـ LVL أخواني هي عبارة عن ساكس زين أكياس موزع بهالطريقة هاي مثل ضبط عنقود العنب لو إجينا إحنا فرشنا هذه الـ LVL اللي موجودة باللنق إجلت تتخيلون بسيرفوس أيريا مال هذه الـ LVL إذا كل الـ LVL فتحناها وصفتناها بصف الثانية والثانية والثالثة ويتشو إلى أن نوصل إلى آخر وحدة بسيط تتخيلون السيف يسعيرين كمال عالية دكتور من ستين إلى سبعين وقت مربع بسيط من ستين إلى سبعين لأن موجود بكل ثلاثمين مليون عفية من سبعين إلى ثمانين يعني بالضبط بقد بقد ملعب التنس زين بقد ملعب التنس ما شقواني هل إنه البرسبراتري سيستم عنده بس هذي الفنكشن إنه إنه إكسشنج أوف أوتو وينتهي الموضوع كنت تتخيلون رقليشن مع الدرجات الحرارة دكتور همين يمكن رقليشن وكليمين و للآيات إحنا إذا بدين إذا بدين إخواني بالرسبراتري سيستم من النوز وأحنا ماشيين زين عادة إحنا الإنسبريشن والإكسبريشن ناخذها ونطلعها عن طريق النوز مو إلا اللي عنده نيزل أبستركشن يصير يسموه إذا واحد إذا واحد بيكم وقف قدام المراية وفتح البوث نارس مع التو قلبها قلب هيتش شي يشوف مخار دكتور يساعد على شوية تبخ قصدي شي يشوف كأناتومي طيات عفيا عاد بس طيات هير بري قد بعض اذا لاي شنية اذا لاي دكتور اذا لاي شنو ميوكس دكتور ميوكس بري قد إذن راح نشوف وإحنا صاعدين أكو هير أكو ميوكس وأكو ترابيكوليشن ترابيكوليشن هذن كلهن الهن فانكشنز يعني سبحانه وتعالى الله ما خلاها هيك اعتباطية إنه أكو عندنا هير وعندنا ميوكس وعند ترابيكولي وإلا كان المفروض يعني الموضوع العفو يصير سموث من النوز إلى أن يوصل إلى كل هذن إليهن فانكشنز نمبر وان وارنينج and هيوميديفكيشن of the انسباير د اير نمبر تو فلتريشن نمبر ثري كلينيج يعني شلون يعني أي واحد بنا هسه بتجول بارد كلش زين انتو شقد تتخيلون يعني شقد ال 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 يجد ال ال مالتها اقل من 0.5 مي اقل من 0.5 مي مي زين هذا ال ال طبعا هذا ال 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 اقلالي هو عبارة عن ايش عبارة عن سكس ليار سكس ليار هو عبارة عن المين ليار اللي هي البثيليم ال 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 المترجم للقناة 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 الجو من الغبر 連 الجو من الغبر وين؟ على the surface of the nose هذا كله أكو مصدات أكو مصدات اللي هي الميوكس واللي هي الشعيرات مصدات للدست بارتكول اللي تدخل from the nose حتى تلمنع من أنه هي توصل المن inside the lung and the eleviuli كلها هذا الكليننج طبعا مرات أكو ممكن أن تدخل يتوصل وين؟ للبرونكول زين؟ ومرات مو مرات إحنا بالأكل نشهق في فد قطعة صغيرة مع الأكل زين؟ يصير عندنا فد ريسبونس إنه شنسوي أحنا؟ كفنج؟ كفنج يصير عندنا كفنج اللي هو الكف رفلكس يسموه الكف رفلكس الكف رفلكس ولو تتخيلون إحنا إن شاء الله بنهاية هاي المحاضر رح نيجي نحكي عن الكف رفلكس رح تشوفون جد كمية الإير اللي إحنا رح نطلعها from inside the lung حتى تدفع لي هذي البارتكول outside the body and outside outside the lung ماشي إخواني؟ نعم كل هذا اللي دي صير أخواني هو عن طريق مثل ما قلت لكم الميوكس وعن طريق الهير وعن طريق الترافيكيري الميوكس الميوكس الطريقة اللي تطلع بها هذي الدست بارتيكلز من الاسكاليات المنوفة يعني شون السلم السلم اللي موجودة وحدة تنطل وحدة يعني لزمة هذي البارتيكلز تبدي تسلمها للي فوق الفوق تسلمها للي فوق يعني قصد يعاني باتجاه الكريكيا الى ان وحدة تسلم للوخ الى ان توصل وين توصل للتريكيا ويصير لها كافينغ وتطلع اوتسايد اغلب الناس اللي اللي يشتغلون بال الاجواء اللي هي مصحية الاجواء المغبرة والعمال البناء اللي يشتغلون بالجوز وبهاي السوالف زين يقول للدكتور انا اول ما اقعد الصباح يصير عندي كاف وياس بيوتام هذا كله تجميع هذه البارتيكلز وتوصل الى ان يصير لها كافينغ أبسايد ماشي اخواني نعم دك ماشي اخواني كل سيل بها تلاثمية سيلة دكتور ماشي اخواني دكتور ماشي اخواني ماشي اخواني ماشي اخواني ماشي اخواني ماشي اخواني خطanza ماشي اخواني ماشي Andreas ماشي اخوانمي ماشي اخواني هل هي عملية يعني عشوائية؟ هل هي عملية منظمة؟ لو شنون؟ من يقدر يقول لي؟ بالإنسباريشين جدا يصير بالبديمالاتنا؟ يعني شنون هذا الأتموسفيريك؟ شون الأتموسفيريك يدخل إنسايد أور لانجز؟ دكتور هي الأفرشي يعني تزداد الكباسيتي والتشيست؟ ماذا يحدث؟ تزداد الكباسيتي والتشيست الساعة من يصير إسباعيشين يعني قصدك الساعة؟ نعم دكتور دكتور هي الديفرام موف دونورد الربس مو أليفيتد والله والله عاشت إيدك بس إحنا نجب إذا ردنا فهم هذا الموضوع نجب نعرف إنه إحنا we have a quiet respiration اللي هو هسا إحنا قاعدين دينا نتنفس أكو واحد بيكم في اليوم نعرف كيف قدر إسبارات ريات مالتا؟ ها؟ ها أخواني؟ أكو واحد يعرف كيف قدر إسبارات ريات مالتا؟ هسا هسا؟ نعم 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 رب العالمين على بني آدم إنه أكو أمور غاية نحن تمشوا إيانا بدون ما عندنا awareness إلها يعني تخيلوا لو الواحد يصير عنده awareness of respiration شي صير بيه؟ يتخبّ مو صحيح؟ مو صحيح؟ ولو أحد عنده awareness للheart beat هم يتخبّ لو تدروليش قد يجون للكليناك ويجد يجون للاستشارية وعدهم مو صحيح يقول لك دكتوراني عندي كيف قدر إجابة؟ تحسّس؟ نعم نعم من يعرف كيف قدر إجابة؟ كيف قدر إجابة؟ لا لا مهيج لا مهيج هو هم مهيج هو بين قوسين بين قوسين awareness of the heart beat نقطة بده يحس بضربات قلبه وش وكتي بده يحس بضربات قلبه من الصير regular beats من يصير عندي ectobics من يصير عندي arterial fibrillation من يصير عندي arterial flutter من يصير عندي any type of arrhythmia يبدي زين المريض the awareness of the heart beat shortness of breath هو awareness of the respiration من يصير عندك ضيق بالنفس انت شوك تبدي تنتبه على نفسك من يصير عندك shortness of breath فاحنا عادة we have no awareness for respiratory rate or for respiration and for the heart beat ما عندنا awareness وهذا فضل من رب العالمين زين سألت استوني قلت لكم شنون تصير عاملية respiration واحد قال increase the size of the chest اللي أخ قال المصل اللي أخ قال الدايفرام لازم نفرق أخواني بين شيء اسمه quiet breathing اللي هو احنا هسا قاعدين وناخد نفس ونمط نفس بدون ما ندري زين و breathing due to exercise يعني هسا واحد من يركب اللي breathing ما لتع مثل ما واحد قاعد إذا دكتور مصحيح مصح نعم دكتور خلي نجي نحكي هسا عن اللي quiet breathing شي يصير أول شي لازم نرجع في النظرة سريعة عن respiratory anatomy عن chest anatomy اللي هو عبارة عن الهارت والميدياستانب قبل الهارت والميديستانب خلي أخواني الواحد يسأل مثلا حتى بالchest x-ray هسا من آن من توصل إن شاء الله بالرابع من أنطيك chest x-ray الحجي لازم يكون systematic زين يا إما تبديلي مثلا من chest from the outer surface وأنت طاب للإنسايد يا إما تبديلي from the يعني lateral diameter وأنت داخل to the inner diameter زين فخلي دائما نحكي anatomy الأنتومي ما يخليك تحكي مثلا تقول لي دكتور هارت وبعدين تقول لي chest wall وترجع عنه وتقول لي ميديستانب وبعدين تقول لي تريكي وبعدين تصعد لا مهج لازم تحكي systematic تبدو from inside to outside from outside to inside so we have a chest wall chest wall what is it? ribs muscles muscles how does the ribs work? in the vertebrae column and in the stern where there is no one or the vertebrae between it no no vertebrae 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 الربز سؤالي الربز كيف تحكي كل رب و هي الأذى الربز كيف تحكي ميش تحكي ميش تحكي جيد ميش تحكي ميش تحكي يرجعهم مرت اللخ ليش خب يعني يعني المفروض المفروض إذا عليه الحاج نقول relaxation of the external muscle of the external intercostal muscle يرجعهم والcontraction يساعدهم مو كل واحدة يقول بالياف 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 تجهل خلفه للأمار الربز أخواني الربز أخواني تتحرك بطريقتين تصعد وتنزل and aversion and inversion aversion inversion يعني الرب هو نفسه يتحرك زين ويصعد وينزل الربز تصعد وتنزل و aversion يعني تفتح زين هنا اوكي بعدين وراها هش رح يدخلي رح تجيني اللانك وتجيني الإحباشات مثل مديو ساينم اللي هي عبارة عن الهارت التريك كل عاية زين بس خلونا ننزل شوي لجوه ويهاف شنوه الدايفرام ويها الدايفرام اتخيلوا مريض مريض عنده باراليسز الدايفرام مريضاً 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 تكبر مريضاً 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 شوء مريضاً 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 من الزل from sternum from sternum to the vertebral very good وعند خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص the contraction of the diaphragm it will increase the vertical diameter movement of the ribs it will increase the anterior posterior and lateral diameter so during quiet respiration is accomplished almost entirely by the first method which is the movement of the diaphragm is it correct or is it not correct? is it good? during inspiration contraction of the diaphragm builds the lower surface of the lung downward then during expiration the diaphragm simply relax and the elastic recoil of the lung chest wall and abdominal structure compresses the lung and expel the air all the way to the inner the inspiration is what? what is it? 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 sorry it is a process of active نلزم إيد المريض ونقول له انخي إيدك وأحنا نسوي لها المريض صرف طاقة نعم دكتور من هو الصرف طاقة الدكتور حفيا لأن الدكتور اكتف لي إيش دايس سوي دايس سوي موفمنت اللي هي باسف موفمنت الانسباريشن هو إيش اكتف يعني شي يحتاج والله عاشت ديك أريد هاي تركزولي عليها والإكسباريشن هو شنو يعني إيش دايس باسف 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 بروسس يعني لو إنه إحنا نترك اللنغ اللنغ شي يصير بيها كويل شي يصير بيها ترجع تسوي إيش دايس للإير ليش يعني بيها في شي يسمو الإيلاستيك ريكويلينج إيلاستيك ريكويلينج يعني اللنغ أخواني مطاطية زين اللنغ هي مطاطية يعني نتخيل أحنا اللي برونكيولز هي عبارة عن لواستيك زين تنسح باللنغ تنمط وترجع تاخذ شكلها الأصلي الإنسperation الإنفلation هو عبارة عن active maneuver active process while the expiration it is it is passive process during heavy breathing however the elastic forces are not powerful enough to cause the necessary rapid expiration so that extra force is achieved mainly by contraction of the abdominal muscle which push the abdominal content upward against the bottom of the diaphragm thereby compressing the lung يعني هسة أخواني أريد واحد من عدكم يستجيبوا إياي شلون أي واحد بكم من يقول آني أريد واحد من عدكم نعم دكتور خوش شنو اسمك السامة عفية هسة أريد أخذ نفس عادي بدون أي لتزيد للإنسperation ولا الإنسperation نعم دكتور أخذت إنسperation نعم دبت إنسperation مصح صح من الذب الإنسperation هسة هالمرة حاول اطلع إنسperation بعد طلع طلع يعني الفروسس احتاجت تايم أكثر وطلع عندك air from the mouth أكثر مصح نعم دكتور هذا شون اللي كان أو شون اللي صار هذا إنتج بغض إن الدايفرام والأبدومنال تدفع اللنغ حتى تطلع لك الرزير اللي موجود وين inside the lung we have reserve volume يعني إحنا إحنا من ناخذ quiet breathing ناخذ ونطلع ناخذ ونطلع عندنا air يبقى inside the lung هذا مرات أقدر أنا يشوفوا ليش أقول لكم يعني المفروض المفروض الفيسيولوجي النقي مو online زين من تاخذ نفس يعني عادي بالtidal volume العادي وراها تقدر أن تطلع الرزير volume اللي موجود inside the lung إنه تجبر الابدومنال تدفع اللنغ زين الزغر حاجمها The second method for expanding the lung is raise the ribcage this expands the lung because in the natural resting position the rib slant downward thus along the sternum to fall back toward the vertebral column عادتين الربز مضي مجال المن للستيرنم يروح باتجاه الvertebral حسن احنا اي واحد يحط ايدا على الستيرنم وياخذ deep inspiration شي حس يحس الستيرنم صار away from elevated and it started to be away from the vertebral column مو صحيح سووها but when the rib cage is elevated the ribs project almost directly forward رفاعت اخذت deep inspiration الربز سوار be directly forward so that the sternum is also move forward away from the spine making the anterior posterior thickness of the chest about 20% greater during maximum inspiration than during expiration هل هذا يصير عندي بالكويت breathing لا من احتاجي انا deep inspiration ركاض سويت سويت heavy exercise زين الانتيرو posterior thickness رح يزيد تقريبا 20% عن ما كان عليه during quiet inspiration or or during expiration therefore all the muscles that elevate the chest cage are classified as a muscle of inspiration and those muscles that depress the chest cage are classified as a muscle of expiration the most important muscle that raise the rib cage هي من هي ال external intercostal ال external intercostal خلولي اياها ببالكم انو اهم muscle بعد الدايفرام هي شنية ال external intercostal external intercostal مو تنسوها حسا شوفولي هذا الرسم شفتو نعم دكتور نعم دكتور 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 اخواني ذو الناس اللي عدهم عدهم يسموها chronic obstructive pulmonary disease chronic obstructive pulmonary disease الناس اللي هم هفش موكر for a long period الناس اللي عدهم asthma يعني الربو هذول من قد ما يستخدم external intercostal ويستخدم thoracic cage رح يصير به يصير به adaptation تبدل ربز تنط نفسها وأن sternum يبعد عن vertebral column فش يصير يسموه يسموه barrel chest barrel يعني شنو شنو البرل شنو يعني barrel 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 يسموه barrel زين يصير نفس شكل التنكمة للنفط يعني تقريبا يبدي يتساوي anterior posterior diameter with lateral diameter ماش إخواني بكتور حس فهمنا أنه during quiet inspiration و during exercise أنا أحتاج أحرك بالمصر وش أحتاج بس هل هذا كافي أنه يدخل للأير from the atmosphere to inside the lung ويطلع للأير from inside the lung to outside لا إطلاقا ما يكفي إطلاقا ما يكفي حتى يدخل الأير from the atmosphere to inside the lung we have pressures and we have differences between these pressures نجي نحكي عن ذن the pressures اللي تتحكم لي بدخول ال air inside the lung وخروج هذا air from the lung outside number one a plural pressure plural pressure the plural pressure is the pressure of the fluid in the thin space between the lung plural and the chest wall plural نقطة وستط الفكرة نعم لكتور الأدات الميارة اللانج يقول أنه اللانج مغطية بال double layer الملاسقة لل لانج شي سموها الفيزر اللاير سموها الفيزر اللاير والملاسقة لل chest سموها عشا تيدي كم هاي اللاير الثنين بيناته small amount of the fluid شينو فائدة هذا الفلود الابريكا 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 إذا تكبر وتصغر وتتحرك ملاحظين أنتو إذا سلايدين حطيناهم وحطينا بيناتهم قطرة مي شا الصير الموفمنت بيناتهم إذا أنت لازم السلايدين بأصب عك كفر السلايد عفو السلايدات مالت مالت التحاليل زين إذا السلايدين ما بيناتهم فلود الحركة بيناتهم شون الصير صعبة ديكو قوية صعبة مصح بس إذا حطينا بيناتهم قطرة فلود رح يصير الموفمنت بيناتهم slightly and separation of this slide ش رح يصير بي it is so difficult it is so difficult the normal plural pressure هو شنو هو negative pressure إذا واحد قل بيكم ليش plural pressure negative أحييه طبعا دكتور بسبب الطرح السائل بلوره يدخل الهواء الداخل المرة يعني ضغط جوة واحد يضغط للهواء من نضغط العال بضغط الوافع عندما نقدر نضغط جوة واحد إلى ضغط الراتين ليكون negative نقدر ندخل جزائل الهواء للراتين لأ خطأ تحافظ على شكل اللانج تحافظ على شكل اللانج بعد سبب الطرح المستمع ينخذها للطاقة أخواني اللانج والشيست وال خلي نحكيها بالعربي دكتور نعم اللوران بروجر يقول negative من سأدنا recoil بالشيست وال خلي 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 خليني أشرحها شوي بلازح معليك تمام دكتور اللانج والشيست وال اثنيناتهم واحد يكره الأخ اثنيناتهم نحن شلو قلنا قلنا انه اللانج إذا عفنا لها واطلقنا لها العنان شيصير بيها شيصير بيها تلنفو خلو اللانج مالتطليان هسه من يطلعوها بره الطلي بالإقصابة شيصير بيها تنكمش تنكمش مو صحيح اللانج اللانج نورمالي تستند تبي ايش recoiled تند تبي recoiled مو صحيح يعني معناها شو تريد مو مو صحيح مو صحيح مو صحيح تبعوها 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 مثل السبرنج زين إنه تبعوها هو مضغوط إذا انترك يطلع وين بره مو ينزل جوه يعني تبعوها إذا إحنا انطيناها راحتة المفروض يصير بالتشيس وال ينفخ مو يرجع مو يضيق على اللانج وسط الفكرة نعم بك هذا الدفرنس إنه هذا يريد يطلع بره هذا يريد يدخل جوه ش راح يصير يولد لفد نيجاتي فبرشر اللي هو مين انسايد اللي احنا نسمي اللي احنا فدائما اللي هو نيجاتي فبرشر حتى يبقى محافظ لي وساحب اللانج وساحب يعني يسحب اللانج اتجاه ما يخليهم مزاعلين يصاحبهم وسط الفكرة عشا تدعكم الاليفيولار 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 من اسمه هو شين هو هو داخل الاليفيولار يعني الاليفيولار الاليفيولار ساحب في الاليفيولار هذا يعني 0 سنتيمتر ووتر برشا وصلت الفكرة وصلت الفكرة نعم دكتور يعني يعني الاليفيولار شبيه اوبند وماكو اير قاعد يطب ويطلع معناها شرح يصير عندي الالاتموسفير الايفيولار يجب ان يصير عندي الاليفيولار لازم يصير عندي اقل من الالاتموسفير حتى زين حتى الالير يمشي باتجاه منين من اتجاه الهاي برشا الاليفيولار ويروح ويدخل الاليفيولار اوكي وقع عندي فشي اسمه trans pulmonary pressure trans pulmonary pressure is the differences between aleveolar pressure and pleural pressure فسانش عندي عندي aleveolar and pleural pressure وعندي trans pulmonary pressure اللي هو الدفرENCE between the aleveolar and the plural pressure اللي plural pressure اش قلنا عليه احنا it is a negative it is a negative so the trans pulmonary pressure it is the pressure differences between that in the aleveolar and that on the outer surface of the land and it is measure of the elastic forces in the lung that tend to collapse the lung at each instant of the respiration which is called the recoil pressure رجعتاني نفس الحجاية قلتلكم انه اللانج شبيها انه اللانج شتريد تريد يصير بيها recoiling تريد تبعد عن chest wall صح ولا لا فليهذا فليهذا هذا التransponmonary pressure هو اللي يسمون elicoid pressure هذا الاتموسفيركي pressure هذا الثوراسي core هذا اللانج هذا الانتربلورال pressure زين اللي هو قلنا دائما negative هذا regarding the pressure خلصة نحاضر بتاخذو الرسط قلنا بعد ساعة مو الساعة 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 دكتور الساعة يشيش عدكم مراها الانتربلورال مختبر 11 11 مختبر الكيمية لعد لا رسط ولا شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة